السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله في الفيديو ده بنكمل سلسلة حلقات دوائر النفروست والفيديو ده يكون شرح الاول دايرة متكملة لدائرة النفروست وزي ما هو واضح في عنوان الفيديو زي ما عارقكم شايفين احنا كتبين هنا ان الطايمر ليس له وقت محدد في فترة تشغيل الكباس بمعنى ايه بمعنى ان هنا احنا عارفين طبعا ان الطايمر بيكون مثلا محدد ان هو بيشتغل وليكن 6 ساعات 8 ساعات لكن ايه طب ما المعنى ايه ان الطايمر مالوش وقت محدد في فترة تشغيل الكباس بمعنى دلوقتي ان ممكن الطايمر يشتغل في فترة تشغيل الكباس مكسلا ممكن يشتغل 9 ساعات ممكن يشتغل 10 ساعات ازاي دلوقتي في التوصيل بعد ما هنشوف بعد شوية ان احنا هنوصل هنا السرمستات قبل الطايمر يعني ايه يعني دلوقتي لما السرمستات يفصل يعني احنا شغلنا التلاجة والتلاجة حقق الدرجة وهنا عندنا السرمستات فصل لما السرمستات بيفصل هيفصل الكهرباء عن الطايمر فبالتالي الفترة اللي بيكون السرمستات فصل فيها بيكون الطايمر مفصول عنه الكهرباء فبالتالي الربع ساعة او التلت ساعة او النص ساعة اللي التلاجة مثلا بتكون فصلة فيها او الفريزر او ايا كان الفترة دي بتحطها زيادة على الوقت الاساسي للطايمر اللي بيكون هو مصمم عليه وليكن مثلا الست ساعات أو الثمان ساعات والتلاجة مثلا مفصلت مرتين ثلاثة كل مرة نص ساعة أو ربع ساعة فبنضيف على الست ساعات أو الثمان ساعات بتوع الطيمر مثلا بيضيف عليهم اللي هم ها ساعة ساعة ونص الوقت اللي السرمستات بيكون فاصل فيه وهو ده معنى ان الطيمر مالوش اي وقت محدد في فترة تشغيل الكباس طيب ونص العنون التاني بيقول ايه؟ بيقول ان السخان ليه وقت محدد بمعنى ان ليه وقت محدد بمعنى ان بعد الستة او الثمان ساعات اللي هما الطايمر بيكون شغال فيهم وبيجي طبعا بعدها بينقل على دورة التسخين دورة التسخين هنا بتكون محددة بوقت معين بمعنى ان مثلا وليكن الطايمر بيكون مصمم انه وقت التسخين بيكون ربع ساعة او تلت ساعة على حسب التصميم الطايمر هنا الوقت ده كله السخان بيكون شغال بس طبعا لو السخان حقق المطلوب منه وعمل اذابة للتلج كاملة ساعتها طبعا كده كده السخان بيفصل ولكن الفترة السخان بيفصل بس فترة التايمر ما بتفصلش بتستمر الربع ساعة كاملة او التلت ساعة وبعد كده بينقل تاني على دورة تشغيل الكباس وده هتعرف برضو هتفهم اكتر انا اصد ايه لان في الدورات الجاية ممكن تلاقي الطايمر مثلا مصمم ان دورة التسخين بتكون ثلاث دهائق بس ممكن تكون خمس دهائق بس طب هل مثلا السخان هيقدر ان هو يتم ازابية التلج بالكامل في خلال الثلاث دهائق او الخمس دهائق كل ده هنعرفه ان شاء الله في الفيديوهات الجاية ولكن انا حبيت اوضح لك دلوقتي الدائرة اللي معنا ايه هي مميزاتها وايه هي عيوبها اه وده طبعا هنعرفه برضو اه مع التوصيل دلوقتي واحنا بنوصل طيب تعالوا دلوقتي نشوف ايه كل العناصر اللي موجودة معنا اللي هنحتاجها في التوصيل اول حاجة طبعا هنحتاج في التوصيل هنا عندنا طرف L وطرف N220 فولت وعندنا هنا اللمبة الخاصة بالانارة اه وهنا عايدا عندنا السيرموستات خاص بالفصل والتشغيل اه وهنا برضو عندنا الطايمر اربع اطراف وهنا طبعا زي ما احنا الطايمر ليه وقت محدد تمن ساعات شغل وربع ساعة زابة وهنا عندنا ايضا الكباس موجودة هون وعندنا الوفرلود والمجموعة الخاصة بتشغيله اه وهنا مطور المباخر مطور مروحة المباخر ايضا اه وهنا برضو بيوصل 220 فولت وهنا المفتاح الخاص بالمطور ده لان طبعا عند فتح الباب بيفصل المطور وعند القفل الباب بيشغل المطور وهنا عندنا ده السيرمو ديسك اه وهنا ايضا ده الفيوز سير مال فيوز اه ورضو ده للامان بيكون عشان السيفتي عشان لو درجة حالة زادة 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 لازم كل الحاجات دي احنا شرحينها قبل كده اه وهنا ايضا عندنا برضو السخان وهنا عندنا ايضا المفتاح الخاص ده باللمبة وطبعا لو فيه جزء مش عارف استخدامه ازاي او طريقة توصيله ازاي اه في فيديو طبعا انا شرح بالكامل فيديوين اتنين شرح كل الاجزاء دي اه بالكامل اه ايه هي وظيفتها وازاي نقدر نوصلها داخل الدايرة اه فرجعوا الاول لو انت في عندك اي مشكلة في الاجزاء دي اه ودلوقتي هنبتدي نوصل مع بعض تعال نشوف هنوصل ازاي طيب دلوقتي احنا عندنا كم جزء هنوصله عندنا هنا ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر اجزاء طيب الاجزاء دي احنا هنقسمها لاجزاء اه بتحتاج متين وعشرين فولت دي عشان طبعا بيتخرج ده طاقة واجزاء اه طبعا تانية ما بتحتاجش الا طرف واحد فقط والاجزاء اللي بتحتاج متين وعشرين فولت عندنا هنا اللمبة وعندنا هنا ايضا الطيمن برضو بيحتاج متين وعشرين فولت وهنا عندنا أيضا المطور برضو بيحتاج 220 ومطور المروحة وأيضا هنا عندنا برضو السخان هنا برضو يحتاج 220 فورت هي دي الأجزاء بس اللي هتحتاج إن احنا نوصل لها طرفين اتنين طرف L وطرف N أما باقي الأجزاء ما بيتوصلش لها إلا طرف واحد فقط زي هنا المفتاح هنا عندنا بيتوصل له طرف واحد فقط وعيدا عندنا هنا برضو سواء السرمو ديسك أو السرمال فيوز هنا برضو الاتنين برضو بياخدوا طرف واحد فقط يعني نفس الطرف اللي بيخش هو هو نفس الطرف اللي بيخرج وهنا برضو المفتاح الخاص بالمروحة وعندنا أيضا هنا برضو السرموستات نفس الموضوع نفس الطرف اللي بيدخل هو هو اللي بيخرج يعني ما بيحتاجش 220 فورت لا بيحتاج طرف واحد فقط والطرف ده بيكون سواء طرف ال ال او طرف ال ان طيب دلوقتي اول حاجة هنوصلها وهي الاجزاء اللي بتحتاج 22 و 20 فولت هنوصل لها كل الاجزاء دي هنوصل لها طرف ان ولكن طبعا ممكن نستخدم الاجزاء التانية اللي هي بتاخد نفس الطرف وزي ما هنشوف دلوقتي مع بعض طيب دلوقتي اول حاجة هنوصلها هي اللمبة طيب واللمبة دي طبعا احنا عارفين ان هي ما بتستمرش في العمل يعني دلوقتي لما بنيجي نفتح الباب بتشتغل ولما بنقفل الباب المفروض ان هي بتفصل فبنستخدم المفتاح معنا ودلوقتي اول طرف هناخد طرف ان هنوصل الطرف ال ان ده هنوصله هنا في المفتاح الاول قبل ما ندخلوا على اللمبة يعني ناخد هنا طرف هنوصله هنا في طرف المفتاح وبعد كده نفس الطرف اللي هيخش للمفتاح هو هو اللي هيخرج وهنوصله فين هنوصله بطرف من اطراف اللمبة وكده يبقى اللمبة وصل لها طرف ايه وصل لها طرف نيوترال طيب عشان تشتغل ايه عشان تشتغل طبعا هنبقى نشوف بعد كده ان احنا هنبقى نوصل لها طرف ال يعني احنا هنتحكم في تشغيل اللمبة عن طريق طرف النيوترال عن طريق ايه عن طريق المفتاح طيب دلوقتي ايه الجزء تاني اللي هيتوصل عندنا السخان اللي هنوصله. ولكن برضو آآ هنوصل قبل السخان هنوصل الفيوز. يعني هندي للسخان طرف نيوترال الاول ولكن هنستخدم الفيوز زي ما هنشوف دلوقتي. يعني هناخد طرف الاول هنوصله هنا بالفيوز. وبعد ما نوصله بالفيوز هنخرج من الفيوز ونوديه على ايه? هنوديه على السخان. بحيث ان احنا احنا عارفين ان وظيفة الفيوز الفصل السخان عند ارتفاع درجة الحرارة زيادة عن اللازم. طيب ودلوقتي عندنا ايضا عندنا ايه? عندنا هنا برضو هنوصل مطور المروحة اللي بيكون موجود على المباخ. وطبعا هنا برضو بيكون في آآ برضو مفتاح تحكم خاص به. آآ فالاول طبعا هناخد طرف نيوترال هنوديه على المفتاح. وهنخرج من المفتاح نوديه على ايه? هنوديه على مطور المروحة. هناخد هنا طرف. هنوصله هنا بالمفتاح. ونخرج من المفتاح. هنوصله على مطور المروحة. وبكده ايضا مطور المروحة هيكون وصله طرف فقط. برضو هيبقى فاضله طرف ايه? طيب وهنا عندنا مطور برضو الكباس. اعز لنا برضو هنا هنوصل طرف لي لانه بيحتاج ماتين وعشرين فولت. فهنوصل هنا للمجموعة بتاعته هنوصله هنا برضو طرف نيوترال. فهنجيب هنا برضو طرف من الان. برضو من الان مباشرة هنوصله على طول هنا في الرليا. زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. هنا خدنا طرف. وصلنا هنا الطرف الرليا. وبكده برضو يبقى المطور فاضله طرف ال. وزي ما هنشوف بعد كده هيتوصل ازاي? وهنا عندنا يتبقى الاجزاء اللي ما توصلتش اللي بتحتاج متين وعشرين فولت. عندنا هنا الطايمر. طيب هنا الطايمر بيحتاج زي ما احنا قلنا متين وعشرين فولت. طيب هناخد له هنا برضو طرف نيوترال من المصدر. هنوصله بطرف مطور الطايمر اللي هو بيكون الطرف اللي الواحده خالص ده. فهناخد هنا طرف وهنوصله على طول بطرف مطور الطايمر. وبكده عندنا يبقى كل الاجزاء اللي بتحتاج متين وعشرين فولت اتوصل لها طرف نيوترال. فاضل ان احنا دلوقتي هنوصل باقية الاجزاء مع بعض. وهنا اول جزء هنوصله طرف L وهو اللمب. بما ان اتوصل لها طرف L فهناخد دلوقتي طرف L على طول من المصدر. وهنوصله هنا على طول في الطرف التاني الخاص باللمب. وايضا هناخد طرف L من المصدر تاني. وهنوصله هنا بطرف من اطراف السرمستات. وبعد كده نفس الطرف اللي احنا وصلناه برضو هنخرج من السرمستات بنفس الطرف. وهنوصله هنا فين? هنوصله هنا في الطرف المشترك الخاص بالطايمر. لان الطرف ده طبعا احنا عارفين انه هو اللي هيكون مسؤول عن تشغيل اما الكباس او السخان. بعد كده احنا عارفين ان الطرف اللي هو دلوقتي اتوصل الطرف الحي اللي اتوصل بالطرف المشترك في الطايمر. الطرف ده هو زي ما احنا قلنا اللي هيوصل هي اما الكباسي اما السخان. طيب احنا طبعا عارفين قبل كده ان احنا ازاي نقدر نحدد طرف الكباس من طرف السخان. طيب فاحنا دلوقتي احنا عارفين هنا ان الطرف اللي هو طرف رقم اه اربعة ده هيكون طرف تشغيل الكباس بعد طبعا ما حددناه وطبعا زي ما اقلت لك ان انت مسلا لو مش هتعرف تحدد في فيديوز انا كنت شرح فيك الكلام ده كله لان طبعا فيه بيختلف طايمر عن طايمر. فانت دلوقتي احنا هنفترض ان الطرف اللي معنا اللي احنا دلوقتي هنوصله. الطرف ده هو هيكون طرف تشغيل الكباس. فهنخرج من الطرف ده ويعتبر هيبقى نفس الطرف اللي داخل. هنخرج منه بطرف سلك هنوصله هنا في المطور اللي هو طبعا هنوصله هنا في لان احنا كنا وصلنا المطور بطرف فاضل لطرف اettsل فهو الطرف ده اللي هنخرج منه كده. وهنوصله هنا بالوفر لوت. وكده يبقى المطور وصله 200 وعشرين فولت. طيب دلوقتي احنا عرفين انه وقت تشغيل الكباس طبعا لابد من تشغيل مروحة المباخر لان طبعا الاثنين لازم ان يشتغلوا مع بعض لان مروحة المباخر لو ما اشتغلتش وقت تشغيل الكباس فمعنى كده ان مفيش اي تبريد هيحصل في التلاجة و هيكون فيه مشكلة فنفس الطرف اللي احنا دلوقتي خرجنا منه وصلنا بالوفرلود هنخرج منه وهنوصله بمطور المروحة يبقى كده وقت تشغيل الكباس ايضا مطور المروحة هتشتغل لان طبعا احنا وصلنا لها طرف نيوترل فمع طرف اللي دلوقتي يبقى وصل لها 220 فولت طيب وكده عندنا اهل المتبكي عشان نوصله عندنا هنا المتبكي عشان نوصله وهو السخان طيب دلوقتي زي ما احنا خرجنا من الطرف اللي هو رقم اربعة لتشغيل الكباس ومطور المروحة عندنا الطرف المتبكي في الطايمر اللي لسه ما خرجش منه اي اطراف هو طرف رقم اثنين اللي هو الطرف اللي الواحده دلوقتي الطرف رقم اثنين ده هو ده اللي هنخرج منه عشان نشغل السخنات فهنخرج منه بطرف ولكن الطرف ده هنوصله الاول فين هنوصله الاول في السيرمو ديسك لان طبعا احنا عارفين ان السيرمو ديسك لابد ان هو يكون متوصل عشان لو فيه تلج يسمح للسخان ان هو يشتغل وعشان طبعا لو مافيش تلج مايسمحش للسخان انه يشتغل فهنخرج هنا بطرف سلك هنوصله في السيرمو ديسك وهنخرج من السيرمو ديسك هنوصل في الطرف المتبقل السخان عشان كده يبقى السخان وصله ايضا 220 فولت وكده نكون انتهينا من توصيل كل الاجزاء الموجودة معنا في الدايرة طيب تعالوا دلوقتي نشرح كده بمبسط الموضوع شوية ونعرف الاجزاء دي بتشتغل ازاي و ايه فكرة عملها بالزبط بالتفصيل طيب دلوقتي اول حاجة احنا قلنا وصلنا الاجزاء كلها زي ما انتو شايفين اللي بتحتاج 222 فولت واخده نيوترل طيب دلوقتي هنا اول حاجة عملناها ان احنا خدنا طرف ايه خدنا طرف انقل وصلناه في اللمب طيب وهنا اللمبة متوصلة ايضا بطرف نيوترل مع المفتاح فدلوقتي طبعا وقت ما عندنا الباب يفتح المفتاح هيسمح اللمبة ان هي تشتغل طيب وايه الطرف التاني اللي خدنا برضو خدنا طرف اللي طرف اللي ده وصلناه فين وصلناه بالسرمستات طيب وهنا عندنا السرمستات لو مفيش تبريد في قلب الدايرة هيسمح بالطرف ده انه هو يعدي طيب طرف الكهرباء ده اللي هيعدي من السرمستات هيروح فين هيطلع وهيروح فين هيروح هنا على الطرف المشترك الخاص بمطور الطايمر واحنا هنا الطايمر طبعا وصله ايضا طرف نيوترل فبالتالي ايه اللي يحصل مطور الطايمر هيشتغل تمام طيب مطور الطايمر ده لو هو هيشتغل وفي الفترة الطويلة هيعمل ايه هيطلع طرف آآ كهرباء لفين هيطلع طرف كهرباء للكباس اللي هو اول حاجة اللي احنا موصلناها ايه اللي هو الوفرلود طيب الوفرلود لما يوصل له طرف كهرباء والمجموعة ايضا برضو اللي هو الرلي وصل لها طرف نيوترل وطبعا الرلي والوفرلود وصلين في المطور فبالتالي المطور هيعمل ايه المطور هيشتغل طيب ولما المطور هيشتغل كده الدورة الميكانيكية هتبدأ وهيحصل طبعا تبريد في قلب المبخر وسخونة في قلب المكسف وهكذا طيب لما يحصل الكلام ده كله احنا طبعا نفس الطرف وقت ما احنا مشغلين المطور في ايضا واغدين طرف كهرباء مشغلين ايه مشغلين المطور المروحة اللي موجود على المبخر فبالتالي هيسحب الهوى السخن ويعدي على المبخر وهيحصل تبريد في قلب الكابينة وايضا هيحصل تجميد في قلب الفريزر فبالتالي كده كل حاجة عايزينها وكل حاجة احنا محتاجينها من الدورة حصلت حصل عندي تجميد وحصل عندي تبريد في قلب التلاج وطبعا احنا قلنا ان مطور المروحة مش هيشتغل الا لما يكون المفتاح برضو سامح له ان هو يشتغل وتخلي بالك ان برضو في بيبقى انواع تلاجات مصممة ان يكون مطور المروحة بيشتغل مباشر وفي انواع اخرى بتكون مصممة ان مطور المروحة بيشتغل عن طريق المفتاح طيب بعد الكلام ده كله وفي خلال الست ساعات او او الثمن ساعات اللي بيحصل ايه اه دلوقتي لو التبريد اتحقق في قلب التلاجة قبل الست ساعات او قبل الثمن ساعات اللي بيحصل اللي بيحصل ان السلمستاد بيحس بالدرجة ان هي تمام كده خلاص كل حاجة مظبوطة فبيروح فاصل الطرف الكهرباء اللي هو داخله ده ما بيعدهوش طيب لو ما عدهوش اللي هيحصل اللي هيحصل ان هو مش هيعدي للطايمر فبالتالي الطايمر مش هيعدي الكهرباء للمطور ولا لمطور المروحة فبالتالي المطور هيفصل وايضا مطور المروحة هتفصل وغير كده طبعا الطايمر نفسه هيفصل وده اللي اتكلمنا عليه ان الفترة دي اللي بيكون السرمستاد فاصل فيها الفترة دي طبعا يعتبر بنزودها على مدة الطايمر يعني بدلا ما يكون الطايمر هو اصلا الطايمر مثلا مصمم انه يشتغل 8 ساعات لا لو فصل مثلا مرتين كل مرة بنصف ساعة اذا الطايمر هيشتغل 9 ساعات في فترة تشغيل الكباس طيب دلوقتي بعد الفترة اللي هي 6 ساعات او 8 ساعات او 10 ساعات اللي الطايمر هيفضل شغلها بحيث انها يبرد ويفصل وهكذا دلوقتي بعدها بعد الفترة دي الطايمر بينقل على الطرف التاني يعني بيفصل طرف اللي هو بيكون رايح على المطور وبيكون رايح على مطور المروحة وبينقل طرف الكهرباء اللي هو داخله ده بينقله على ايه بينقله على الطرف التاني الطرف التاني ده اللي احنا بناخده بنوصله فيه بناخده بنوصله للسرمو ديسك طيب دلوقتي لما الطرف ده بيوصل للسرمو ديسك ايه اللي بيحصل السرمو ديسك لو حاسس ان فيه تبريد بيعمل ايه بيسمح للطرف ده ان هو يعدي تمام طيب لو ما فيش تبريد ما بيسمحش للطرف ده ان هو يعدي طيب بالتالي السخان ما بيشتغلش طيب لو في تبريد وسمح ان الطرف الكهرباء ده يعدي طرف الكهرباء ده لما يعدي هيخش على السخان طيب لما يخش على السخان احنا كنا وصلنا قبل كده للسخان طرف نيوترل فبالتالي كده السخان وصله ايه وصله 220 فولت طيب لما السخان يوصله 220 فولت إلا هيحصل هيفضل شغال لحد ما يتم زابط التلج بالكامل على المبخر ولما يتم زابط التلج بالكامل على المبخر لما السرموديسك بقى يحس خلاص إن معادش فيه تبريد فبالتالي بيعمل إيه بيفصل السخان طيب لو نفترض دلوقتي إن السرموديسك بايز يعني دلوقتي موصل وحصل فيه مشكلة وده من موصل ما فصلش خالص إيه اللي هيحصل السخان هيفضل شغال طول فترة الزابة اللي هيبي يكون خاصة بالطايمة طيب لو درجة الحرارة يعني زيادة عن اللازم إيه اللي هيحصل اللي هيحصل إن نحن دلوقتي يحطين السرموديسك زي ما أرتلكوا قبل كده عشان لو الدرجة مثلا زادت عن 40 درجة أو 50 درجة حسب تصميم الفيوز فبالتالي بيروح فاصل السخان وده طبعا تفادي إن هو يحصل أي مشكلة أو أي حريق في التلاج فبكده طبعا بعد الفترة دي اللي احنا قلنا عليها اللي هي فترة الإزابة اللي هي والي يكون 15 دقيقة 20 دقيقة بيرجع الطايمر ينقل تاني على دورة التبريد ويشغل المطور ويشغل المطور المروحة وهكذا بتتم الدورة وبكده نكون إنت هنا من أول نوع من دايرة النفروست وكده إن شاء الله يبقى معنا ثلاث دوائر للنفروست إن شاء الله في الفيديوهات القادمة بإذن الله هنبقى نشرحهم بالتفصيل مع بعض ولو عندك أي استفسار اكتب لنا في التعليقات التحت وهرد عليك فار بوقت إن شاء الله ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لجهة لأكل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة